أشرف حكيمي أفضل باكي مين في العالم بلا أي شك وبلا أي نقاش يتعاملك ويصنع هدف جميل في خماسية باريس سان جرمان النهاردة في الدور الفرنسي وكذلك الإخطابوت المغربي واحد من أفضل ثلاث حراس في العالم ياسين بونو يتعاملك في مباراة فريقه إجبلية أمام برشلونة رغم الخسارة هندردش في تقلق النجوم المغاربة النهاردة بونو وحكيمي ولكن ننزل بقى شرفني بقى ودعمني ونورني بلايك للفيديو وساعدني في أن الحلقة تنتشر لأكبر عدد من الناس لايك واشتراك وفعل زر التنبيات علشان جديدنا ومفاجأتنا يصلوا قوي لسوعوك بالإشعارات تدخل تشوف حلقتنا المميزة والنارية عن النجوم المغربة والمنتخب المغربي في الفترة المقبلة نبدأ الأول بأشرف حكيمي النهاردة اللي عمل مباراة كبيرة في فوز فريقه باريس سان جرمان أمام لوريان في الدور الفرنسي باريس سان جرمان استغل ضعف المنافس وقدر يكتسحه بالخمسة في مباراة سجل فان بابي هدفين وليونيل ميسي هدف ونيمار هدفين أشرف حكيمي بخلاف الأسست اللي عمله عمل مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي وكذلك على المستوى الهجومي وبيستمر أشرف حكيمي في التقلق الجميل جدا اللي بيقدمه منذ بداية الموسم أما عن ياسين بونو ياسين بونو النهاردة تعاملك فوز برشلونة بهدف سجله بدري هدف صعب جدا على أي حارس في العالم لا يسأل عنه تماما الاختباط المغربي ياسين بونو ياسين بونو النهاردة أرقام عظيمة جدا عمل النهاردة أرقام كبيرة وتصديات عظيمة خاصة من كورة بوميانج اللي كانت في الشرط الأول إجمالا لولا وجود ياسين بونو كان إشبليا النهاردة خرج على أقل تقدير بفضيحة بالخسارة 4.5 لأن النهاردة برشلونة تسيد المبرى تقلق بونو وسوق الحظ حرموا برشلونة من مزيد من الأهداف ترجمة نانسي قنقر